قال باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء قدر ما يغسل وجهه ويديه وفرجه نعم يعني ما عندوش الوضوء الكامل هذا يعني يختلف عن الأول نعم قال عبد الرزاك رحمه الله عن معمر عن عمر بن عبيد عن الحسن في رجل أصابته جنابة في سفر ولم يكن معه ماء إلا ما يغسل به وجهه ويديه قال فليغسل وجهه ويديه ويصلي ولا يتيمم هذا خطأ مبين من الحسن في هذا الباب طيب هو الحسن إيه شو وجهته في هذا هو هذا قوله هذا الصحيح هو كأنه يقول هو ينزل تحت عمون قوله لا يكلف الله نفسا إلا ووسعه هذا فقد استعمل ما توفر له هذا خطأ مبين لأن البدل موجود مفهوم عندي بدل البدل موجود فلابد أن يدف إلى البدل قال فليغسل وجهه ويديه ويصلي ولا يتيمم قال معمر وسمعت غيره يقول ليغسل وجهه وليتيمم أيضا هذا القول عن عطاء وعن غيره انتهى الباب وقال عبد الرزاكر رحمه الله عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل أصابته جنابة في سفر ومعه ماء أيجزيه أن يغسل وجهه وكفيه ومعه ما يبلغ به قدميه ويديه وذراعيه قال لا لعمري لا يجزئ عنه فلا يدع ذلك إذا بلغ له قدميه ويديه وذراعيه ثم تلا آية المسح فجعلهما جميعا وجعل إليها المسح إن لم يجد ماء وقال عبد الرزاكر رحمه الله عن ابن جريج قال قلت لعطاء أمسح من الماء واحدة قط أحب إليك أم ثلاث مسحات بالتراب قال بل مسحة بالماء فليؤثر الماء على التراب وإن قل الماء فلم يكفي فليؤثر قليله على التراب يبلغ من وضوء أعضائه ما بلغ ولكن إن قل الماء بدأ في ذلك بغسل فرجه ولو لم يبلغ له إلا ذلك استخدام الماء لأنه أصل لذلك دار الأمر عليه على أنه أصل وأنه لا يدب لبدل إلا من عدام الأصل وقال عبد الرزاكر رحمه الله عن ابن جريج قال قلت لعطاء فكان معه من الماء ما يوضي وجهه وقدميه وذراعيه أيدع الماء إن شاء ويتمسح بالتراب قال لا لعمري قلت له فكان معه ما يغسل به وجهه وفرجه قط قال ليغسل وجهه وفرجه ثم ليمسح كفيه بالتراب قلت فكان ما يغسل فرجه قال فليغسل فرجه وليمسح بالتراب وجهه وكفيه على أساس التيممم يعني هذا الصحيح كما قلنا هو يستخدم الماء ثم بعد ذلك يستخدم التيممم وبهذا كنا ننتهينا من الباب نعم أنه هو الأصل في هذا دعكة من التفاصيل أنه يريد استخدام الماء الموجود على أي عضو من الأعضاء حتى يكون قد اتقى الله ما استطاع ثم ينتقل بعد ذلك إلى إيش إلى البدل أنه قد انعدم الأصل نعم ثم ومسح الوجه لدينا هذا تيممك كامل غلط فهمكم غلط هو يتيمم يديه يعني يتيمم تيمم كامل عشان يريد يديه ما هو الافتراض هذه الفتراض الفقهية موجودة مركبة لأنه يعلم أن إعواز الناس لها موجود ترجمة نانسي قنقر